اليوم أنهت المغرب كأس العالم 2022 في المركز الرابع في المنديال المغرب البلد العربي البلد الأفريقي في المربع أو في الأربعة الأفضل في كأس العالم 2022 عن كل استحقاق وجدارة المغرب في المركز الرابع مش بالصدفة المغرب في المركز الرابع بأداء رائع من الجميع من منظومة صحيحة تدير الكورة في المغرب من جهاز فن رائع بقادة وليد الرجراجي ولاعبين في منتهى الروع والامتياز خسرت اليوم صحيح أمام كرواتسيا مباراة التالت والرابع وخسرت مديليا برونزية ولكن أي إنجاز نتحدث عنه المغرب بين الأربعة الكبار في المنديال متخطية مين بقى؟ متخطية في المباريات منتخبات في الأول يعني كرواتيا وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال مع كندا طبعاً حتى خسرت من فرنسا ثم المنتخب الكرواتي في المركز السالس والرابع المغرب رابع المنديال المركز اللي ما وصلوش البرتغال وأسبانيا وإنجلترا وهولندا وعدد كبير من المنتخبات وبلجيكا عدد كبير من المنتخبات الأوروبية والعالمية الكبيرة وطبعاً البرازيل وطبعاً البرازيل فإنجاز ما فيش بعده إنجاز هنتحدث عنه كثيراً هذا الإنجاز هنتحدث كيف وصلت المغرب لهذه المرحلة العظيمة المرحلة اللي احنا نحب إنها تتكرر تاني من منتخبات عربية كثيرة ونحب إنها تتكرر مرة أخرى من المغرب أو أكتر من كده كمان أحلى حاجة في المغرب في هذه البطولة إنها خلتنا نصدق الحلم لحد ما خلت واقع بأداء رجولي رائع من كل اللعبين ياسين بونو وقناح ومرابط وسايس وحكيمي وأشرف حكيمي وحكيم زياش ومفال وكل النجوم كل النجوم اللي كانوا في المغرب في هذه البطولة أسماء عديدة وعظيمة كلها أسماء عظيمة غداً إن شاء الله بعد ساعات مباراة كبيرة مباراة عظيمة مباراة بين مبابي وليونيل ميسي مباراة بين فرنسا والأرجنتين نهاء الحلم في كأس العالم